يدافع مجلس النواب عن حاله بعد الدوار الرابع وبعد للأمانة الهجم الشعبية المدعومة حكوميا قد لا يكون فيه اتفاق ولكن فيه هجم على مجلس النواب هل مجلس النواب اليوم بحاول يسترد تعافيته يسترد صورته وبالتالي فيه لغة خشنة مع الحكومة ولا مساء الخير أخي الله يسرد مساء الله يا سيدي من المعيب أن يكون حال مجلس النواب على ما هو علينا والحقيقة ليس الحق على النواب النواب يعني فيهم شباب قامات وطنية شباب واعيين مثقفين مدركين لحجم التحديات اللي بتحكي بلدهم لكن احنا مشكلتنا في قانون الانتخاب نعم هذا القانون السيء احنا في فترة من الفترات بلتقي في احد المسؤولين جادة الانوية وكان في موقع المسؤولية المتقدمة حول الانتخابات اللي مرت بقول ليش ما نرجع على قانون التسعة وثمانين قانون التسعة وثمانين كان في مجلس نواب حاسب يعني قام بدوره الرئيسي والذي هو منصوص عليه بدسور الرقابة المحاسدة و يعني كان في رجالات دولة نعم وما كان فيه احزاب يعني لا كان فيه الاخوان المسلمين موجودين كان الاخوان المسلمين وفاز واحد عن الجوة الشعبية عن الحزب الشريوعي عن الجوة الديمقراطية في ذاك الوقت كله كان ممثل بتسعة وثمانين والقانون الانتخاب إذا احنا بدنا نحكي عن مجلس نواب قوي اللي يقوم بدوره الرقابة والتشريعي فمجلس النواب القوي هو الذي يحصن الدولة وهو الذي يحمل نظامه أما القانون الانتخاب ضعيف بنتج نواب ما احترامي للشباب كلهم نشامة وأنا مبطعا في أي واحد فيهم لكنهم وجاءوا بهذه الطريقة انتخابات فردية عشائرية الآن النواب تركوهم يحملوا أعباء ناسهم وأهلهم وبيجوا وقولوا والله النواب هذول النواب نواب الواسطة طيب انتوا أعطيتوا الأردنيين حقوقهم وتركتوا نواب يقوم بواجباتهم ومسؤولياتهم المنصوص عليهم بالدسور انتوا اللي خليتوا نواب انتوا اللي أضعفتوا نواب وخليتوهم يقوم بهذا دور اللي هو مش دورهم يعني وكأنك تقول ترجمة نانسي قنقر